إعصار مدمر يعرف باسم دانيال فكيف بدأ مصاره وما هي حجم الخسائر نقطة انطلاق الإعصار دانيال كانت من اليونان حيث تسبب في حدوث فيضانات عارمة قبل مغادرته وبعدها بدأ تحركه سوب دول بجنوب أوروبا ليتغير مصاره بعد ذلك ويتوجه نحو ليبيا وتحديدا إلى شمال وشرق البلاد ولسيما مدينة ديرنا حيث غمرت المياه الشوارع والبيوت وتعرضت غالبية الطرقات للتلف وكانت الخسارة الأكبر آلاف الضحايا من الليبيين في الشرق بعدها غير الإعصار بوصلته وفقد بعض من قوته وتجه ببطء نحو شمال غرب مصر وخاصة المدن القاربة من الحدود الليبية مثل السلوم ومرس مطروح والإسكندرية بحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية فإن إعصار دانيال قد يتسبب في سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا